أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول من كانوا مجتمعين في مكان عمل أو في استراحة وهم جماعة والمسجد قريب منهم فهل يصلون في مكانهم أو يذهبون إلى المسجد وما حكم من صلى في هذا المكان فهل يكتب له أجر الجماعة يجب عليهم الذهاب إلى المسجد ما داموا يسمعون النداء قريب منهم فيجب عليهم الذهاب إلى المسجد قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجد هذا عام في الواحد وفي أكثر من الواحد والجماعة تقام في المساجد يا أخوان الجماعة في بيوت أذن الله أن تربع ويذكر في أسفل الجماعة تقام في المساجد لماذا بنيت؟ اذهبوا إلى المسجد وصلوا مع المسلمين وارجعوا لاستراحتكم إن كانت استراحة صحيح لكن بعضها ما هي باستراحة شر نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ترجمة نانسي قنقر